طيب الله ووقاتكم مع الزهر المشاهدين بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية كما نستقبل رسائلكم على خدمة الواتساب فاصل ونعودوا لكم هؤلاء في أنحاء الدول المجاورة تركيا، سعودية، قطر، إمارات، أردن لم يجتمعوا على خير ولا مرة في حياتهم اجتمعوا مرة قبل 1400 سنة في دار الندوة في مكة حتى يقتال الرسول وهسا اجتمعوا مرة ثانية أيضا ضد العراق ومؤامراتهم مستمرة لكن ما دام في ذاك الوقت كان سيف عليبنا بطالب موجود الآن سيف عليبنا بطالب الحج الشعبي موجود أهلا بكم جديد عزال مشاهدين نتحدث في بداية هذه الحلقة وبالتحديث في الجزء الأول من هذه الحلقة عن موضوع وقضية مهمة وحساسة القضية هي المعتقلين والأسرى لدى داعش تقريبا عددهم كما تقول المصادر 30 شخص في مدينتي القائم وراوة ذولا كانوا مسجونين على الداعش واجت قوات إيرانية بعد دخول القوات الحكومية واستعادة مدينة القائم واستعادة مدينة راوة هذه القوات الإيرانية برفقة ميليشيا حزب الله فرع العراق قاموا بأخذ هؤلاء يعني يتحدث تتحدث مصادر في الشرطة وتتحدث مصادر قبلية وشهود عيان بأنه تم أخذ هؤلاء من المعتقلات التي كان يحتجزهم داعش في داخل هذه المعتقلات الحجة هو التحقيق مع هؤلاء كما يقول وسوف نأتي على التصريحات والكلام الذي تكلم به قيادات في الشرطة يعني على سبيل المثال يقول مسؤول رفيع في جهاز الشرطة في محافظة الأنبار بأن عناصر من الحرس الثوري الإيراني وصلوا إلى مدينة القائم مع اقتحام القوات الحكومية لها برفقة عناصر ميليشيا حزب الله فرع العراق ودخلوا عددا من مستودعات الأسلحة والمتفجرات التابعة للتنظيم كذلك دخلوا إلى سجن كبير للتنظيم يتخذ من دائرة ماء ومجاري مدينة القائم مقرر له جنوب مدينة القائم وقاموا بأخذ هؤلاء بالقائم عددهم عشرين وفي راوى تقريبا عشرا يقول قاموا باستخراج من هناك نحو عشرين معتقلا بدت عليهم آثار تعذيب وسوء تغذية تركهم داعش خلفه بعد انسحابهم من المدينة المسؤول أكد بأنه تم أخذ المعتقلين من قبل إيرانيين من قبل إيرانيين إلى جهة مجهولة لا يعلم عنها شيء سوى أن أحد أفراد ميليشيا حزب الله فرع العراق قالوا أنهم يرغبون بالتحقيق معهم وبيّن أنه لا يعلم جنسيات معتقلي داعش في حال كانوا جميعهم من العراقيين أم على غرار سجون سابقة تم اقتحامها وعثر فيها على معتقلين من جنسية سورية طبعا كذلك أحد الشقاء المعتقلين لدى داعش وهو عراقي من مدينة القائم قال بأنه تم مشاهدة أخيه في إحدى السيارات التي تتبع لهذه القوات الإيرانية عندما اقتحمت هذه السجون التي كانت تابعة لداعش ولا يعرف مصير أخيه كذلك لفت هذا المصدر في الشرطة إلى أن الأمر نفسه حدث في مدينة راوة يقول تم اقتياد عدد من سجناء داعش الذين تم العثور عليهم في حي غزة جنوبي المدينة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن كشف عن تسجيل ستة بلاغات من ذوي المعتقلين يطالبون فيها بمعرفة مصير أبنائهم زعيم قبلي في منطقة أعالي الفرات تحدث عن هذا الموضوع كذلك قال لم يشاهد عملية اقتياد السجناء الموجودين في سجون داعش من قبل العناصر الإيرانية لكنه سمع شهادات عيان من مقاتلي العشائر يؤكدون ذلك الشيخ أوضح وهو الشيخ سعدون فيصل الشمري أوضح بأن أكثر من مقاتل أكد له ذلك كما أن المعتقلين الذين عثر عليهم يجب أن يكونوا لدى الشرطة والجيش والطرفان أكد أكثر من مرة لذويهم الذين يسألون عنهم أنه لا علم لهما بمصيرهم يعني عندما يتم استعارة مدينة من قبل القوات الحكومية الجيش والاستخبارات والشرطة إن كان معتقل لدى داعش أو يتم أسر أحد عناصر داعش الأولوية والقانون والمنطق والواقع يقول أنه يجب التحقيق معه من قبل قوات الشرطة والجيش حتى يعرف هذا ليش اعتقله ليش عذبه شنو تهمته موتج قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني وترافقها ميليشيا حزب الله فرع العراق تقوم بأخذ هؤلاء المعتقلين والحجة والله التحقيق معهم ولغاية الآن لا يعرف مصيرهم طبعا هذه ليست المرة الأولى ولكن بما أنه تم استعالة مدينة القائمة ومدينة راوة في الآونة الأخيرة فهذا موضوع طرح من جديد وموضوع المعتقلين معتقلين الأنبار وسيطرة الرزازة وصلاح الدين اللي موجودين في سجون في جرف الصخار حدث عنها ولا حرج حدث عنها ولا حرج تشرف عليها قوات إيرانية وميليشيا من حزب الله فرع العراق هذا الحديث وهذا الموضوع يطرح تساؤلات أين هي استخبارات الجيش أين هي قوات الشرطة أين هي الحكومة من هذا الأمر التي تقوم باستعالة المدينة وتقدم ضحايا من الجنود من الشرطة وبعد ذلك تأتي قوات إيرانية تأخذ المعتقلين الذين كانوا لدى داعش وتقوم بالتحقيق معهم ريد نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع في الجزء الأول من هذه الحلقة طبعا أحد سكان الأنبار حتى نتكلم على الشهادات شهادات العيان وشهادات من الشرطة ومن الجيش أحد سكان الأنبار وهو جاسب المعين يقول بأن شقيقه كان معتقلا لدى داعش منذ عامين بسبب عمله السابق في مديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أعلن كما فرض عليهم في ذلك الوقت من قبل داعش إعلان التوبة بعد احتلال داعش كما يقول للقام إلا أنهم بعد أسابيع قاموا باعتقاله وكانت أخباره تصنى عبر وسطا بأنه موجود وأموره مستقرة بعد استعالة القائم يقول تلقيت اتصال من صهري وهو ضابط في الجيش أكد لي أنه شاهد شقيقي بحال بحال طيبة وتم نقلهم إلى ملعب المدينة إلا أنني لم أجد وبعد تتبع وتحري أبلغني عنصر في الحشد الشعبي بأن الحرس الثوري الإيراني أخذوه للتحقيق معه مع آخرين وهو ما أكده أيضا أحد ضباط الجيش بالفرقة السابعة في الجيش ذهب يقول ذهبت لي أشكو فقال لي اذهب إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي واشتكي له فنحن غير قادرين على فعل شيء لك فهو عند الإيرانيين هذا ضابط كبير في الجيش معناه اتصال أبو حسن من بغداد فضل أبو حسن أبو حسن سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبو حسن نتحدث عن معتقلين كانوا عد داعش وجاء قوات إيرانية ما أخذتهم نعم فضل أول شيء أنا حيدر حيدر فنجل أو حيدر كنتاكي هذا يقول لا تجدين أي قوات في هذه الدولة لعبيران من ينجاية من كوكب من فوق المريخ هاي وحدة يعني هذا الخنجير اللي يتحدث يقول بالرسالة الإسلامية كان سيف علي شام موجود سيف علي عدرام هاي معروف وان هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة نعم الانتفاق صار حتى المعركة الأخية لشان الانتفاق ويحكومه على الانتحاد داعش من الماطق الغربية نعم اسمعني من التلفون أبو حسن اترك التلفزيون الله يخليك والله داتم عكي آخر من التلفزيون اي بس الصدمة والتلفزيون ده يرجع تمام تفضل نعم لين هاي أنا حسب المعروف يجيني يتفق مع الحكومة عن الانتحاد وواحد من عدن قل لي يا بس انتفقنا ونية داعش يانتحبون فداعش هو مصبق الحكومة أولا حبيت فكرة أكوناس يدحجون بما يقولون تنظيم الدولة لا تنظيم الدولة صحيح تنظيم الدولة ما لمن ما الحكومة الحسان اللي شكتنا بالحراق الجزتهم أمريكا هي أصبح تنظيم الدولة أما بدين يفهمون الناس ولد تفهم هما دولة يلتون للحراقيين سواء نشيحة أو سنة بس السنة اللون بيهم أكثر يعني الزلال إهانة كرامة نحن تحقل كرامة ما للناس تجويحهم تجويدهم وأقول لله يعني لله ده أقوله هذول الناس النازحين والله العظيم رح يشوفون المر إذا ما نتحرك إحنا كعراقيين نعم أبو حسن أبو حسن في الفرقة السابعة في الجيش يقول لشقيق المعتقل الذي كان معتقل لدى داعش والآن معتقل لدى القوات الإيرانية ولا يعرف مصير يقول له روح إلى رئيس الوزراء إحنا ما بيدنا شيء وإحنا غير قادرين على فعل شيء لك لأنه عند الإيرانيين لأنه عند الإيرانيين عضو في مجلس محافظة الأنبار الحديث في هذا السياق يقول بأن عدد المعتقلين يبلغ العشرات ولا نعرف الغرض من يعانة اعتقالهم من قبل العناصر الإيرانية التي ترافق ميليشيات الحشد رجح أن يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي على علم بالموضوع طبعا قيادة في ميليشيا بدر وهي أحد وهي أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي عضو البرلمان رزاق محيبس نفى هذا الحديث يقول أن هذا الكلام عاري عن الصحة وأضاف أن هناك الكثير من الجهات سواء كانت داخلية أو خارجية تعمل وبقوة على تشويه سمعة الحشد وتعكير الانتصار العظيم كما يصفه المتحقق وهذه الأصوات النشاز تظهر بعد كل انتصار نحققه لذا لا صحة لمثل تلك المعلومات إذا هذه ما لها صحة فأكو ثلاث تلاف باعتراف مسؤولين كبار في الحكومة إياد علاوي وهاد العامر وغيرهم أنهم معتقلين في جرف الصخر من المعتقلين من أهالي الأنبار من أهالي صلاح الدين سيطرة الرزازة في جرف الصخر ولغاية الآن لا يعرف مصيرهم دونهم هذه المعلومات ليس لها يعني صحة هذا دائما النفي والتكذيب عن الوقاة نسمعه من قيادات في الحكومة معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل تفضل أبو مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم هذا بالنسبة للهاتف مرشوه من الزمان ما يجرب هي ومعناسف نحن نرجع ونقول معناسف العربي حيني خصر العرب السنة والشيعة الشرفاء أما من الغير في الوضاع كفرة وضعي بالأسين واحد بجاء يشوف للأخ التوهيد صاح النزالة والتوهيد بالمجتمع يعني هذه هي اختلتنا فرائل والباكوش ونحن واحد نسلم نحن عالي من تهين من العرب هذه حقا يقل كل شحب حربها ولكن أدلوا الشحب الغلوا الشحب يحاق ضخي لحماية يتحرك لا يمنى والعجلة اليوم يعني الدواحش هم وحيذا من قبلهم يدمروا حتى المقاومة الحواشعيفة المقاومة صحة يبعنا يدعتي بعد ما يكثر يتحرك زين أبو مصطفى أبو مصطفى ماشي أبو مصطفى حتى نكون بالموضوع بالتحديد يعني برأيك أنت شعند هاي القوات الإيرانية تاخذ معتقلين تشانوا على داعش لا لا بيهم بيهم تشانوا منتسبين بالشرطة بالداخلية بالجيش من دخل داعش اعتقلهم وخلاهم بهذا السجن غير المفروض أنه يتم التحقيق معهم من قبل الجيش من قبل الشرطة معتقلين معذبهم داعش لو تجي قوات إيرانية تاخذهم وما يعرف ما صيرهم هي أشوف هي على القبرة كما وجودة يعني من يزيد لا يوجد قبل يأخذ يعني قبل أنت أعدو الذي يعني بواحد فسن من قبل أغير بالجيش بالأحشيات رجعة وحدنا يعني رضو هم الكبار ما يعلم نعم أمو 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 راح بيهم مثل أنا أمو كان قبل إيراني أخذهم يعني هذا لما أخذ الحكومة هي إيرانية من يطول مشهور يعني 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 مشهورين نحن المال سن أبو ما أدن سن الشيئة لكن مشهورين إن كن نبس بالجوم يعني يبقون وحطون مجلهم وإيو مبنان هادي يموت هادي وإيو يجيب من البلد يعني ما يعني نحن المسيشكي نحن نحن طلاب يحيي يخفصوا كلية في عبور المحددين يجعلوا يفتحوا المعاية ترجحون والمحدد سرق اللي بكان عند تركاب كلية جمع وإحنا مزاجوا واللي يجعلوا بالإشياء هذا مبخور أمضح نحن 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 حكومة صحيحة أبدا ونص إذا ما الشعب كلهم ينجرون على رأي وأنه يجعلون هذا الاستحمال بالنعزي إيراني إسراهيلي أمريكي سراكي نجي تلسان هم قطحوا الحل نعم 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 أشكرك أبو مصطفى نعم نعم أنا أشكرك أبو مصطفى كان معنا من الموصل عزيزي المشاهدين نخذ هذا الفاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديدة عزيزي المشاهدين نقرأ رسائل متعلقة بالموضوع الذي تحدثنا عنه قبل الفاصل يقول مبروك من الإمارات بالنظر لقضية المعتقلين هي قضية واقعية منذ العام 2003 وللآن أرقام وأعداد منهم مصيرهم لا ندري عنه نتائج ما يحدث في العراق سببه أذناب إيران ومن وصفها لتبرير أفعالها الوحشية بعنف وطائفية ولا يعرف ما هو مصير المعتقلين هناك هذا هو مؤشر أخطر بكثير وأكثر من ذلك هي ممارسات إيرانية ثم أي تحقيق يكون مع المعتقلين بأي سبب وأي مصير من وراء ذلك هذا ديدا إيران وعملاها الحكومة لا تأسف على سكوتها على مصير المعتقلين هذا مؤشر خطير معنى اتصال أم زمزم من بغداد فضلي أم زمزم السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ هذا الوضع في جناح نعم انقطع الاتصال مع أم زمزم من بغداد نقرأ رسالة أخرى يقول السلام عليكم لو ضرب العملاء بيد من حديد منذ البداية تحرير العراق على ما يزعمون ورفع الغطاء عنهم ولو لم يجلس بعض العملاء على كراسي السلطة ما كنا وصلنا إلى هنا الله يكون مع أهلنا في العراق العظيم نعم طبعا في هذا الجزء من البرنامج نتحدث عن موضوع آخر وهو موضوع الحمى الانتخابية يعني هناك جيوش ألكترونية بدأت تروج لسياسيين حاليين في الحكومة ووجوه جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا معروف أنه هناك سقف قبل الانتخابات تقريبا عشرة أيام سبوعا قبل الانتخابات أو شهر يتم السماح للمرشح بالترويج لنفسه ولمشروعه الانتخابي ولكن الجماعة من الآن بدأوا قبل ستة أشهر للترويج لأنفسهم ولتسقيط الآخر يعني لم يتوقف الأمر للترويج لنفسه ولكن كذلك لتسقيط الآخر ووصل الأمر إلى حد الشتائم ويعني تحضير جيوش الكترونية كما يصفها البعض معنا أتصال أم أزهار من بغدال فضلي أم أزهار وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحييكم وحيي هذه الحنات وهذا البجام العظيم والتعامل يبكي أهلاً وسهلاً بكي بالنسبة بالنسبة لهاي تقوم وداعش وإيران نعم من الدخل داعش إلى العراق المالكي المالكي إن المتفاقين دعش أما داعش هم الحكومة هم داعش في إيران إحنا حكومة ما أثنى حكومة إحنا حكومة إيرانية ومتزقة من داعش وإيران وأمريكا ومالاء هذالك لهم اللي حكومة في هذه الضبتة وما هم من الدعوة وإيران أما بالنسبة للمعتقلين أو الإيرانيين لقد أخذوا أخذوا هذال السجنة ما يجدون نحكي لأنهم يقولون إيرانية ما يجدون يتاثقون يقولون لهم يقولون ياهم هم يخاصون والطباط يخاصون ثم الضباط الله ينسمى حديث أنا الضباط أنهم يخاصون يتعون بالسجناء الموجودين من قبل إيران ومن قبل الحقوق الموجودة المتبقى وإيران ومتبقى على هذه الدولة فأحنا نقول إن شاء الله إن شاء الله يوجد مقاومة أو يوجد الإنسان الإنسان السري في العراقي يوعى شوانيا يوعى ونستطق حتى يشوف الضلوا من اللي بعين ويقعوا ونظام الأملاء اللي يجعلنا وأنا أشكر شكرا أم أزهار من بغداد يعني هناك مرسل رسالة على الواتساب يقول كيف يتم اتصال بكم عبر الفايبر الاتصال أخي العزيز لا يوجد على الفايبر أو على الواتساب الواتساب فقط نستلم عليه رسال أما الاتصال فهذه الأرقام تستطيع الاتصال عبر هذه الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أم زمزم من بغداد عاولت الاتصال معنا تفضلي أم زمزم ستاد أمر أحسن يجل مسألة الشيس جناء هذا يجل جلالة واضحة على أن أخم بلد محتل بلد محتل من قبل إيران ويدل جلالة واضحة على أن تأسيس داعش أو تنظيم الدولة كقيادة تأسيسها من قبل إيران وأكو أدلة هواية منها اعتراف الأباد قبل كم شهر أنه 700 ضابط عراقي يأتمر بأمر إيران ومسألة أخرى ما يخص أستاذ يجلل على أن بلد محتل احنا اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة والإعلام من قلب من السعودية للتنديد من إيران إيران تنديدها بقصف الرياض أستاذ إحنا وزير خارجيتنا كل الاجتماعات يحضرها إبراهيم الجحفري لكن هذا الاجتماع ما حضر الرياض وكيل عنه وكيل عنه وبقى ذلك منصدر البيان النهائي للتنديد بالإحتلال أو بضرب السعودية وبتدخل إيران بالدول الإقليمية العراق أستاذ تحفظ على هذا الخرار تحفظ عليه فمعناه إحنا وزير خارجيتنا إبراهيم الجحفري اللي هدئ سيف الإمام عليه للأمريكان هو حكومة ظل أو حكومتنا كلها هي حكومة ظل للإيرانيين فإحنا بلد أستاذ محتل وأكو أمور أخرى أستاذ الله يخذك اسمح لي بس أتطرق إلها أستاذ أنا هس البارحة اليوم حريق كبير في الشورجة ومثالة الحرائق كثيرة في بغداد وفي كل محافظات الإراق أستاذ النظام الإيراني يريد يخرج الاقتصاد العراقي يريد يخرج بالمواد حرقوها في سبيل تحكيم الاقتصاد العراقي ونقطة واحدة أستاذ ما يخص النفط ما يخص النفط أستاذ نفط كاركو قاموا يصدروا بدل ما يصدروا من ميناء جيهان وموجود الأنبوب بدأوا يصدروا إلى ميناء بندر عباس أستاذ إحنا بلد محتل يعني مثل الحكم البريطاني كان يحتل محتل العراق ويأخذ نفط ما يبيع فإيران قاموا تاخذ نفط وهي تبيع لماذا يصدر أن طريق إيران وبالمناسبة ناشد قاسمي سليماني أمير النفط أو أمير كاركو أن جيد الحصة النفطية يستاذ يطور سمسيلة الشهرين على سات بأسعار مدعومة سبعة ونص ياذا قاسمي سليماني قينفت من ثلاث نفط للعراقيين هاي كلها أجلة واضحة على أن العراق بلد وحتل وكاد كلما أخيرا أنه الذي يحكم ظاهريا السيد حيباب العباد نعم أشكرك أم زمزم من بغداد شكرا لك معنا اتصال زهران من السعودية فضل زهران السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السجن في السجن داعش لما يأخذهم حزب الله الإيراني يعني أن داعش ثبت فعليا ناتب إيران طلعوهم من سجون البصرة طلعوهم من سجون بغريب أدوات زهران زهران لا تسمح لي ذول معتقلين عد داعش بيهم من الشرطة بيهم كانوا من الجيش معتقلهم داعش وإجت القوات الإيرانية وياها حزب الله وأخذوا ذول المعتقلين اللي كانوا عد داعش يعني داعش تبع إيران يعني داعش تخدم إيران حزب الله يخدم إيران القتل تبع إيران متى نصح حدنا يا عرب العرب حنا نقص طالنا بعض في العراق في سوريا غليمان لصالح الفرس الفرس ضحق والعرب الحل الوحدة الوطنية العربية الإسلامية حنا العرب مضحوق علينا كل القتل تبع إيران داعش تبع إيران القاعدة تبع إيران الميليشيات تبع إيران حزب الله حزب الحوث هذا الخوان عمل يتم من الوطن العربي في صالح ايران. هن لازم يكون علماء المسلمين والشيوخ القبائل والمثقبين ويعون الشعوب العربية. لا تخدم مع داعش. لا تخدم مع الطائدة. لا تخدم مع الميليجيات. هذه القيادات حوثي نصر الله اتحداك قلانا امام الشاشة والجميع المشاهدين. هل يوجد في عاصر الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. شخص يلقب بالسيد وموجه بالولادة. ما انت نزادة بالاسلام. هذه اسماع انصرية. سادة يعني انت سيد والبادين عديد. الاسلام حرر الشعوب. حن العرب ابناء واحفاد البادعين. اللي اختارنا الله لخدمة الاسلام. المسارات. الحقوق والدفاع عدم الطلب. اولا قترة. يا اخي بغالم توعي. يا جنوب العراق. اجتمعوا مع غرب العراق. اجتمعوا مع بعض. انتم وسيلة لتدمير البلاد. تدمير انفسكم. لا في سنة. لا في الشياء. لا في قائبة. لا في تاج. الى الدرجة هذا الفرس يضحقون علينا. فقتل بعض. قتل. طيب بدي يعملون في حزبة وقتبعمين. عراقيين. قتل خوار. لازم يعرفون انهم قتل. لازم يعرفون انهم يخدموا الفرس. حنا يبغينا توعية. ما في شيء في الاسلام تقسير. امة واحدة. حتى لو انتم مسلم. ما من حتى في سنة البشر. هذولا قتل. اباد العراقيين واباد السوريين واباد اليمنيين واباد الفيبيا. موجودين في كل محل. اي قاتل وراء ايران. اي انصرية وراء ايران. عدوا العرب الفرس على مدى التاريخ. هون شوفهم الان استقارة تركيا. تركيا مع الجيش الحر. وايران مع حزب بشار. الله. في نفس الوقت اصحاب ويتقابلون هم والاتراس. ما هم اتا. من يكتل بعض بعض بعض. العرب يكتلون بعض بعض. لاس مع هذا ايران وناس مع تركيا. ويكتلوا بعض يدفنوا بسوريا. هنا بلدان الان عدونا الفارسي. وكل من يعمل مع القتل بأي اسم تبع ايران. هذا احتلال فارسي. ابادة العرب. وتدمير الوطن العربي. شكرا. زهران من السعودية كان معنا. معنا اتصال اخر. ابو ياسين من بغدال. اتفضل ابو ياسين. سحياتي لك اخويا لقناة الرافدين. حياك الله. اخي طبعا احنا اتصالنا قبل لا يهجم الانبار وغير الانبار. اخي هي الحكومة منه. الحكومة هي داعش. وداعش هي الحكومة. والاحزاب هي داعش. وداعش هي الاحزاب. اخي هم ذا اصطناعة امريكية اسرائيلية ايرانية. انتفقوا تصفية السنة. وايران والحكومة العميلة. جربوا داعش للموطن. على موضب حجة. داعش هدموا كل المحافظات العراق. اخي داعش عمال اد ايران. والحكومة عمال اد ايران. والاحزاب ايضا عمال اد ايران. اخي هم السنة اش مهما يلبسون ويخدمون مع هذه الحكومة الايرانية. او يصيرون شرطة او جيش. هم مستهدفين. مستهدفين ايران من قبل ايران. وعمال ايران. اخي ايران اذا ظلت تحكم بالعراق. تحكم فيها العراق بقد اللي حكمته. اقرى السلام على العراق وشعبه. قاموا يتفننون بعقوبة العراقيين. وكلام ابو حسد اتصل اول واحد وهو طبعا سبغني بالكلام. نعم. اخي كلامه مبضوط. تخريب مصر. تخريب مصر. هذه ضربة اسرائيلية امريكية. وبالذات ايران. ايران متري الدولة العربية مستقرة. ايران افعى توداء. ايران انجس من امريكا واسرائيل. وهم ينجون بالاسلام. والاسلام بريء من ايران. هم وعمالهم. واني اشكر كخير. شكرا ابو ياسين من بغداد. طبعا كنا نتحدث عن موضوع الجيوش الالكترونية. والتسقيط السياسي بين السياسيين. وكذلك الترويج الانتخابي قبل ستة اشهر من الانتخابات. يعني على سبيل المثال عضو البرلمان حنان الفتلاوي. يقول بانها من اكثر السياسيين الذين يتعرضون للمهاجمة من قبل الجيوش الالكترونية. واضافت خلال مقابلة متلفزة. انه لا يمر اسبوع الا. واتعرض لهجم. اشارت الى وجود جهات تقوم بتزوير كتب ووثائق. وفبركت فيديوهات وعرضها بحق. لافتة الى ان هذه الهجمات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي كما تقول. طبعا رد عليها فائق الشيخ علي عبر تغريدة على التويتر. قال كل مشاكل العراق سببها هذه اللصة واتلافها وسيدها. في اشارة الى نوري المالكة الذي دخلت حنان الفتلاوي البرلمان بدورته الحالية عبر اتلافه اتلاف دولة القانون. طبعا السياسيين واضعين اشخاص يراقبون الناس في المواقع التواصل الاجتماعي. شحشة فلان شغرد فلان شغال فلان. حشة علي ما حشة علي. هذا رصد لكل النشاطات. تجسس يعني. الشغلة الثانية هو التسقيط. يعني برلماني عنده عداوة مع برلماني اخر او سياسي عنده عداوة مع سياسي اخر. او يريد يسقطه. فيتم التسقيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر جوش. جوش الكترونية تعطى رواتب شهرية ولها دوام رسمي من الساعة الفلانية للساعة الفلانية لرصد ويعني كيل بشتام. يعني اذا دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي شوف كثير من المواقع تقف مع مثلا نوري المالكي ضد التيار الفلاني. وهكذا. واحد ضد الثاني. واحد يسقط بالثاني. واحد يروج للثاني. هذه الجيوش. طبعا من الجيوش القوية على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجيوش الالكترونية التابعة على نوري المالكي. الرجل اسس مكان رئيس وزراء. اعداد كبيرة من اعلاميين وجماعة السوشيل ميديا وصحفيين للترويج الى ولتسقيط خصومة. اليوم التسقيط بادي على حيدر العبادي وعلى قوات الجيش. يعني هناك هجوم على قوات الجيش بانها ليس لها دور على الارض وان القوة الفاعلة على الارض والتي استعالت المدن هي ميليشيات الحج الشعبي. ويشطب كل دور للجيش الحكومي. هذا ضرب طبعا للقوات الجيش. وضرب الى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. مقابل يعني دعم نوري المالكي لميليشيات الحشد. حتى يضمن اصوات الحشد الى القائمة اللي من المرتقب ان تكون يعني اه يترأس هو قائمة الحشد في الانتخابات القادمة. معنا اتصال شاكر من السقلاوية. تفضل شاكر. شوالك استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. تفضل. الله يبارك بيك. اخونا العزيز هاي حكومتنا بكلها ايرانية. نعم. اي. نعم شاكر. تحدثنا ببداية الحلقة اكو معتقلين. كانوا عند داعش ما اخذتهم قوات ايرانية. وياهم ميليشي حزب الله. وهم احنا اتكلمنا على المعتقلين المعتقلين السقلاوية اللي ما يعرف مصيرهم لغاية الان. ويقال انهم في جرف الصخر. نعم. اكو معلومات اكو مستجدات اكيد الناس او اقرباءك او يعني من الجيارين. نعم. راجعوا سئلوا على 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 جماعتهم في الآونة الاخيرة. والله استاذ سئلوا بس ماكوا كل نتيجة معكم. نعم. اي والله. يعني اكو بهم اخوتي اثنين راح حاولي حد بالان معني حرف مصيرهم شلو. لا حاول ولا اقوة الا بالله. اي والله. نعم. شون وضعكم شاكر بالسقلاوية. والله الحمد لله يعني ما اشي تكريما ما اشي الحال. ما اشي الحال. عندك شيء ضيفة تفضل. سولف. لا تعيش الآن تك. الله يسلمك. شاكر من السقلاوية كان معنا. نعم. نعود الى موضوعنا. يقول مصدر حكومي يقول بان المالكي يشرف على عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الممولة من قبله. واوضح بان هذه الصفحات تهدف الى مهاجمة حكومة حيدر العبادي واضعافها تمهيدا لحصول المالكي على اصوات تؤهله للعودة الى كرسي رئاسة الوزارة بعد اجتيازه الانتخابات المقبلة معنا اتصال ام عبدالله من بغداد. فضلي ام عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سحياتي لكم ولكم الى غرضين الطيبين. استاذ يعني احنا نسمع اكو فيديوهات ظهر انه ما توصلكم او يعني بيتكلمون ابناء الحشيد عن تصرفات داعش طبعا الحكومة العراقية من استلمة السلطة انه انتهانة انه صارت هي حكومة طائفية واعلنت الشيعة وقادة الاحزاب انه ضد السنة وانتهان من اجهة لبعض من اجهة والاكثرية يعني فالسنة صارت يعني ضحية للسياسة لهادة الايسر اما بالنسبة لداعش هو تنظيم امريكي ايراني اسرائيلي داعش استخدم من قبل كل الانظمة السياسية اللي موجودة في المنطقة اذا كانت تردية واذا كانت اراقية الحكومة العراقية واذا كانوا من القادة السياسيين داعش هو كل تنظيم تنهيد الطريق لايران انه يدخل اراضي الايراقية وصلا ما حدث في منطقة كردستان قبل اكثر من ثلاث سنوات وصار في منطقة الموصل انه فشحة والمجال للحشد ان يدخل ويعني حتى الاقضية السياسية مثلا مسؤول حتى يتصد بقادة داعش وانه يقوم بعملية اخلاء المنطقة لبعض الامرات السياسية وخصصة الايرانية فنحن نرى انه تنظيم داعش هو تنظيم امريكي ايراني فالحشد اثريتهم خطيئا قتلة نتيجة لا تتقاطة الحشد وهما ما بيحرطون يعني بدهم الى ثلاث المنطقة ما قدهم مثلا انه هاي المنطقة ديها داعش وانه راح يقومون بعملية الجو فراحوا هم متى من من الحكب وصاروا ضحية للشعب العراقي ضحية لهذا التنظيم الايراني والداعشي وبعدين المعتقلين في كل منطقة يأخذون في الموصل اخذوا معتقلين في الفلوجة اخذوا معتقلين في صلاح الدين اخذوا معتقلين وين صارت السقلعوية أكثر في الفكتور وفي صلاح الدين ما ادري لقيت خاصة المنتقى في الحويضة وفراحوا وهذا كنت تنظيم امريكي ايراني انه يسحبون اشتظات الايراني نعم تتطلون احس تسبيل القضاء على اكبر مقاومة ضد الصهيقية وضد النظام الامريكي وبنسبة للحكومة هي قاعدة تتطرج لانه ثروات البلاد كلها راحة شبابنا الاراقي كلها هننستق وشيعة فاحنا ليس ما نتفق احنا كثير الاراقيين انه نتفق انه نصير وحده ضد هذه الانظمة السياسية واللي فقط بطحة بالشورجة يقول لك ايران نعم ام عبدالله ام عبدالله من بضل كانت معنا شكرا لك اعزاء المشاهدين فاصل ونعود اليكم اشتركوا في القناة اهلا بكم جديد اعزاء المشاهدين معنا اتصال عقيل من فرنسا تفضل عقيل عقيل انقطع الاتصال مع عقيل من فرنسا يقول احنا كنا نتحدث عن تصريحات لمصدر حكومي يتكلم عن الجوش الالكتروني يقول بان المالكي كان رئيسا عندما كان رئيس الوزراء قام بتجنيد فريق من الاعلاميين والمحللين السياسيين والناشطين يكون الاجتماعي لفت الى ان رئيس اعتلاف دولة القانون انشأ مراكز بحثية وهمية في عهده لتكون غطاء لهؤلاء وتابع يتقاض العاملون في الجوش الالكتروني للمالكي رواتب شهرية يعني تصل ميزانية مثلا الموظفين هذه الصفحات الى مئة الف دولار للموظفين الرواتب طبعا تتراوح الى توصل الى دولار في الشهر اكثر اقل بهذه الحدود اشار الى ان اجهزة الرصد الحكومية تمكنت من التوصل الى هوية بعض الجهات والاشخاص الذين يديرون هذه المواقع الالكترونية اذا التسقيط الانتخابي والدعاية الانتخابية بدت مبكرة في العراق قبل ستة اشهر من الانتخابات يقول استطاعت الحكومة من رصد هذه الصفحات المعادية كما وصفها للحكومة اوضح بان السلطات تتعامل مع هؤلاء من خلال القنوات القضائية وكشفها عن وجود قنوات فضائية تخصص برامج تلفزيونية والنشرات اخبارية للترويج لبعض الفبركات التي ترد عن طريق الجيوش الالكترونية ورجحها بان تزداد حملات المهاجمة والتشهير بشكل كبير كلما اقترب موعد الانتخابات طبعا عضو البرلمان شعلان الكريم قال بان استعانة بعض الشخصيات السياسية بالجيوش الالكترونية من اجل مهاجمة واسقاط خصومهم مع قرب موعد اجراء الانتخابات اوضح في تصريل صحفي بان الحرب الكلامية بين السياسيين بدأت مبكرة بالتزامن مع التحضير للانتخابات واشار الى ان السياسيين بدأوا بعمليات اسقاط سياسي مع بعضهم مستخدمة جيوش الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل اثبات وجودهم على حساب تحطيم شخصيات اخرى واعتبر ان استخدام مثل هذه الاساليب تنافى مع الاخلاق السياسية الصحيحة يعني نسمع مثلا والله العشيرة الفلانية سوت المؤتمر الشبابي الفلاني ونجح هذا المؤتمر ومن اجل توعية الشباب والى اخره وهو بالواقع هو ترويج لشخص حتى يدخل الانتخابات او حتى يستمر في منصبه الحالي وكذلك يعرض مثلا النائب انه تبرع بعلاج احد مصابي الحشد او احد مصابي الجيش الان وكذلك يعني الصور والمقاطع الفيديو يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي او بالاحرى على صفحتها الشخصية هذا من باب الترويج او الزيارة او تفقد لعوائل فقيرة او لمخيمات نازحين الان حنوا على النازحين وحنوا على الجرحة وحنوا على المستشفيات لان انتخابات قربت فلازم يرتب امورها هذا الواقع الحال في العراق عندما تأتي الانتخابات تجد النائب والمسؤول يعني تنتشر صورة في مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بمحاولة انه يتبرع او مثلا انه يتفقد يروح للمدرسة يأخذ صور ويأطفال يوزع لهم اقلام يوزع لهم جناط هاي يضحكون بها على الشعب على الشعب العراقي حتى يرجعون ينتخبوه مرة ثانية ويستخدمون لغة لغة لطيفة ولغة رقيقة وإحنا وياكم ونعرفهم معاناتكم وإلى آخره وهو صار لأربع سنوات يعني والله اكونواب في البرلمان ما معروفين من نعرفهم يعني لا في الشاشة ولا كاسم الآن بدأوا يطلعون على الشاشات وبدأوا يطلعون على مواقع التواصل الاجتماعي انت ما تعرفهم ولا شايفه ولا تعرف حتى اسمه ولا ممثل لأي قائمة تلقى هذا بس قاعد في البرلمان لو يرفع ايده لو ما يرفع ايده حسب الصفقة إذا كانت هناك صفقة داخل البرلمان ومقضيها أربعة شهر إجازة خارج العراق طبعا كما تقول أربعة شهر الحكومة تحدثنا قبل يومين عن هذا الموضوع وأنه كل نائب يكلف ميزانية الدولة مئة ألف دولار مئة ألف دولار هذا عدا راتبة ومخصصاته هذا بإجازته لأن ثمانين بالمئة كما تحدثنا قبل يومين من أعوائل أعضاء البرلمان والسياسين ثمانين بالمئة يعيشون خارج العراق فهذا يكلف ميزانية الدولة مئة ألف دولار فالآن بدأ يطلع على الشاشة وبدأ يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يظهر أنه رجل إنساني ورجل جائد يخدم البلد ولكن قبل هذه الفترة في أيام المعارك وفي أيام النزوح وفي أيام المأساة ما شفنا هذا البرلماني أو ذاك قدم يعني شيء لأهله أو طالب بإطلاق سراح معتقلين أو إعادة التحقيق معهم أو مثلا يعني تحسين الكهرباء أو الخدمات لم يقوموا بشيء فعلي وإذا تحدث معي يقولك والله إحنا البرلمان سلطة تشريعية هذه مهمة السلطة التنفيذية ولكن أنت كسلطة تشريعية تستطيع محاسبة الحكومة كما تدعون وتقولون بأنها دولة ديمقراطية وتستند على الدستور وإلى آخر من هذا الكلام الذي صدعوا به روسنا من العام 2003 ولغاية الآن هذا الأمر يعني الآن كما أشرنا وتكلمنا بدأ بالحديث وبدأ بالترويج النائب أو السياسي لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمة الآخرين طبعا نذكر أحد المواقف المضحكة عندما صار الزلزال أحد الشخصيات اللي يريد اللي يريد يترشح للانتخابات يقول أنه فلان الفلاني قام بفتح منزله في الأعظمية لاستقبال الناس المتضررين من الزلزال هي الناس من ضربها الزلزال طلعت بالشارع هي انهزبت من بيوتها هذا أحد الترويج الانتخابي تصور عزيز المشاهد معنى اتصال أبو نور الدين من ديالة تفضل أبو نور الدين وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل أهلا بيك أخي العزيز أخي العزيز أخي العزيز هذا من شجرات عنوناها الأخي هي هو العراق العراق أخذها إيران أخذها إيران يا أخي يأخي مال سجلوية مال فلود اللي يخذوهم أين هم ألبو سجل وقبلية وقبلية وين هم أخذها إيران أخي العزيز أخي العزيز هذا إيران إيران داخل العراق يترك أخي أخي مقارات قوية أخي 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 العزيز نعم أبو نورديم شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها في الجزء الأول عن يعني اعتقال قوات إيرانية لمعتقلين كانوا لدى تنظيم داعش في مدينتي القائم وراوة وتحدثنا في الجزء الثاني عن الجيوش الإلكترونية وعن الترويج الانتخابي قبل ستة أشهر من الانتخابات والتسقيط السياسي ما بين السياسيين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله